احنا كده جينا بدأنا المرة دي ما بدأنا من الهجوم احنا من اتوقع مصطفى محمد وصلاح والاعتماد على الشريف اوقفش. تمام. اول الاتنين لسه بقى يعني. اه. نرجع لتلاتة خط الوسط. تلاتة خط الوسط اعتقد لا خلاف عليهم خلاص احنا شفنا التركيبة بتاعت اه النيني السولية عبدالله سعيد. اعتقد محمد النيني واحد من اللاعبين حقيقي اللي بيسمونه في كرة القدم او مش واحد حتحقه في كرة القدم. ودايما بتعرض الانتقادات. الناس يقولوا ما بيلعبش كرة. لا محمد النيني لعب تحركاته كتيرة جدا جدا في الملعب. بيظهر لكل زميله. ده اللي بيسمونه اللاعب مش هدوه مش لعب طولي. يعني مش بيروح على المغمى. لا ده لعب بالعرض. يعني بيقرب من ناحية اليمين. بيقرب من ناحية الشمال. بيغطي منطقة النص. بليه واجبات دفاعية وواجبات هكومية. عنده ميزة ممتازة جدا التسليم والتسلم. استلم الكرة بهدوء. بيسلم على هدوء. ودي حاجة اعتقدت. كان فيه مشكلة في التسليم. طبعا. بس زبطت بشكل كتير. واضحة شكل واضحة. يعني واضحة شكل اللي فاته. انت لما تلاعب منتخب ليبيا في ارضه. وتسيطر كأن المبارف في القاهرة. ازوني ده وحصلش من سنين انت لعب منتخب في شمال افريقيا. اكيد بنحترم منتخب الليبي وكل منتخبات. وكان تصدر المجموعة وكان ليه هبته. كمان اكيد. اه وغلب الجابون في الملعب ده كانو كان مغلوب واحد صفر ورجع في النتيجة. فانت لقى انت كسبت المنتخب صعب. عنده لعابين مهاريين. اه قوية جدا جدا جدا. انت في وسط كل المهارات دي وفي ارضه. وفي ملعبه. لا انت سيطرت على المطشك. ان المبارف ارضك انت. شفنا تركيبت السلية وان اني كانت تركيبة رقعة جدا جدا في نص الملعب. وكمان عبدالله السعيد هو كيروش مقتنع بيه انه واحد من افضل اللاعبين في مصر. خلينا بقى نتكلم عن نقطتين دول في خط الوسطى. احنا بناخد بقى ايه خط خط. دلوقتي وجود عبدالله السعيد. وبيبقى تعلقه في الدوري ومشاط بيراميدز بشكل كبير. بس الناس بتقول يعني الناس. عشان بس انا والله ما انا انا بقى بنقي للصورة. عشان دايما يروحوا ايه باخدين الحتة دي. معظم الناس بتكتب على الصفحات. اه فكرة انه خلاص عبدالله السعيد بتاع مثلا شوت. تمام. شوت واحد. المجهوده ما بيبقاش على مدار التسعين ديئة. رغم انه بيشارك مع بيراميدز التسعين ديئة. تمام. اه برضو ان اتفق ان الحتة بتاعة اللعب المحلي او الشغل المحلي او الدوري. اكيد المنافسة فيه تختلف تماما عن الشغل القري داخل افريقيا. مسلا ما حتى مع بيراميدز نفسه في كونفدرولية الافريقية اللي بلعب فيها. تختلف حتى مطش مطش ممكن يكون منافس فريق سهل. ممكن منافس من فرق زي زي الرجاء بعد كده ولا ولا مازينبي للرحلة كونفدرولية. لأ هتلاقي المنافسة مختلفة والمستوى مختلف. ربما اللعب نفسه بخبراته بيعرف يوزع مجهوده. وان كده النقطة عند عبدالله سعيد مع المتخب مصر. يعرف يوزع مجهوده لان المركز اللي هو بيشغله مع المتخب. يكاد يكون هو فيه بيشتغل بالليه ميكر وصان العب. بس برضو بيرجع في وسط مرعب كمركز تمانية بيدافع مع السنائي بتاع نص مرعب السلية والنيني. فاعتقد بيكون عنده واجبات تانية مهمة في الدفاع. او على اقل غدق المساحات. يعني حتى لو مش هدغط على حد. او مش هدغط على حد. بلازم يقفل المساحة معينة. وساعات بيقفل الناحية الشمائية كتير. اه. بيرجع. بيرجع عشان يساند في الدفاع. فده طبعا هيبان موجود اكبر كمان على عبدالله سعيد. لكنه اللي احنا شفناه. في المطشين اللي فاته. انه اقدل في المركز ده بشكله كويس جدا جدا. عبدالله سعيد من احسن الناس اللي بيصنعوا لعب اه في مصر في السنوات الاخيرة هو ده شيء واضح. طبعا انا انا عن نفسي من 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 محبي عبدالله السعيد. وعلى اسمي محمود السعيد. اه اه اه. طيب. اه استبعاد طريق حامد. يعني عشان برضو دي حاجة من الناس الموظم الزملكوية كتبوا عليها انه ازاي طريق حامد مصمار نص الملعب بتاع منتخب مصر ازاي اتم الاستغناء عنه. اه شايف هل كان فيه تأثير معين ولا زيادة مستوى اه السولية بشكل واضح مع وجود ان اني كمحترف من المحترفين وهما اللي اعتماد على الاتنين كالهم هاف ديفيندرز او اللي هما بيقدروا يرجعوا الورا. حال. طب تعالوا نفكر بد ما تكيروش. مم. هو الراجل دلوقتي احنا خلاص بقى اننا نشأقول خطوة. احنا بقى نص خطوة ونتقاهل ان شاء الله. شاء الله. المحالة الاخيرة. ممكن حتى النهاردة ليبيا هتلاعب الجابون. المباررة لو انتهت تعادل هبقى انت محتاج تعادل انت كمان. مش محتاج تفوز كمان على انجولا وبالتالي تحسم تأهلك قبل جولة من النهاية من قبل ماتش الجابون خالص. مم. فهو دلوقتي الراجل خلاص معتمد دين السولية واني اني اني اسسيين في المركز ده. واضح ان هو عاوز يجرب حد تاني. خلاص هو طريق حمد هو عارفه. عارف ستايل لعبه. عارف طريقة لعبه. عارف امتى هيستخدمه امتى هي. فهو ممكن يكون في المحالة دي شايف ان هو بيعمل. زي يقول له راحة لبعض اللاعبين الدولين خلينا فاكريني الحاجة مهمة جدا. احنا قبل المعسكر الفات كله كان بيشتكي من الاجهاد الشديد. لكتير من العاب المتخم مصر. خصوصا لعب الاهل والزمالك تحديدا. لعبه كمية مباريات غير طبيعية في اخر سنتين. بدون راحة نهائي. ربما لما فكر شريف وقفشة خرجو. الاتنين خدوا راحة حاولي اسبوع حتى من النادي بتاعها موقفشة كان في حفل صفافو. كلام ده كله. فلكن خرجوا شواء برا كورة. زي يقولوا كده في لغة الكورة فوقوا شوية. اه وده حصل اعتقد انس كلها شواء الفر. حتى الشريف مع الاهل ما بدأش في اول في اول مباراة بدأ من التانية. وسجل. وجي في ماتش زمانيك سجل وعمل ماتش كويس جدا. يعني ما نقدرش نقول ان ده استبعاد لطريق. لا. ما فيه استبعاد لها. لا. بدليل الراجل. طريق حامد واحد من ركاز متخم مصر. واكيد في مخكور شنوها واحد من اللعبة المهمة. بشكل معين ممكن نستخدمه في ماتشات كبيرة وتقيلة طريق حامد يكون وجود وضرورة داخل الملعب. لكن ليه لا الراجل عادش في امام عشور. يعني الناس قولها غفلت حتت. صح. ما خادش طريق حامد ما هاخد امام عشور. مع ان كان فيه تحفوظات على المستوى امام في ماتش قال له ازا مالك. بس واضح ان الراجل بيفكر بطريقة معينة. انا مش احكم ان على لعب المباراة واحدة انا عاوز اشوفه قدام عيني. بزا. انا هزله في الملعب. وامام كمان عنده ميزات كبيرة جدا. ويمكن ظروف المباراة تخدمه انه امام يشارك بشكل جيد. طبعا. امام كمان عنده ميزات كبيرة جدا. ان هو بيلعب يزيد. وبيشوت لأ عنده عنده او اختيارات تختلف عن القماشة اللي موجودة في المنتخب حاليا. مظبور. يبقى ليه لأ ما يجربوش. طيب احنا عشان الوقت بيجري من خط الدفاع. خط الدفاع. طب النقصان الوحيدة اللي عندنا هو محمود الوينش. مظبور. عنده اقاف. وروبا درات النفاع برضو عشان كيروش يشوف حاجة تانية. المرادة الدليل انه ضم احمد ياسين مدافع البنك الاهلي. فده دليل بيأكد اللي بقول عليه. ان الراجل عاوز في كل مكان. في اتنين لعيبة في كل مركز. فبالتالي انه عندي الوينش بقى بره مناطش اولاني. فعندي اربعة تانين. عنده احمد حجازي. ده بشكل اساسي. امن اشرف غليب انه هو هكون جنب حجازي النهاردة في التشكيل. عنده كمان محمود علاء من الزمالك. واحمد ياسين. يبقى راجل جايب اربع لعبين في السنتر باك او قلب الدفاع. يبقى كانين اتنين في كل مكان. وده دليل انه هو عاوز يحافز على توازن. مبقاش عنده خلل او نقصان في اي مركز. من باك اليمين اعتقد اكرم توفيق بنسبة كبيرة هو حاجز هذا المركز. واعتقد ان اكرم توفيق بيفكرنا بقدسة احمد فتح من بدايتها. انه هو لعب خط وسط اصلا. الناس نسيت اصلا. ومعليش يعني انا برضو من الناس اللي هو يعني انا معرفش اتقالت ولا لأ بس انا شايف ان اكرم توفيق برضو زي. نفس اه ببلاحك بيفكرنا بنفس القصة. اللي هو فكرة البداية لعب وسط ملعب مدافع. بتضطر الظروف اللي ينتقل الى الباك اليمين فيتقل. هو واضح ان اكرم توفيق يسير. وبعدين اكرم اعمال يعمل شوية حركات برضو ترقصات وقعوب. اه بتطور بقى. وهو بيهاجم وهو بيعمل. الدمركز وسط المدافع يختلف عن الزهر الايمان. الزهر الايمان لما بيتقدم ويوصل لنص ملعب لقدامه. بقى ليه واجهات مختلفة. وكمان بيغطي بشكل كواس جدا جدا في الدفاع. اعتقد باك الشمال فيه قناعة كاملة باحمد فتوح بالنسبة لكيروش. اعتقد فتوح من اللاعبين المميزين والوعدين. بالنسبة لحراسة المرمى اعتقد له خلاف ان محمد الشناوي هو يكون الحراس الاساسي. واحنا متطمنين ان كمان فيه ابو جبل. بدليل لما الشناوي تصاب في مباراة ليبيا نزل ابو جبل وتقلق. اه يعني احنا كنا نتكلم نصل على المشاركة اه اه الشناوي في مباراة القمة وكنا منتكلم القانين او الناس كلها القانين على مشاركة اه الشناوي لا قدر الله انه كان يتأثر وديتأثر. تمام. يعني يتتأثر في مشاركته مع منتخب مصر. شايف الشناوي بظهر اي حاجة ولا كان في اداء القمة في مباراة. لا هو الشناوي اه بدأ يخش تدريب من يوم السبت اللي قبل مباراة القمة بحوالي ست ايام او خمس ايام. لكن اه مسلمان ما دخلوش فيه القايمة بتاعة البنك الاهلي. وممكن حتى بعد كده مسلمان يحمل على حاجة غريبة جدا قبل ماتش القمة يعني القايمة لم تعلن رسمي. يعني القايمة كان تسريبات وكل الناس وكل المواقع وصحف كتبوا ان هو معلومات واردت من الاهلي ان القايمة فيها واحد اتنين تلاتة وفيها الشناوي واستبعاد كهرباء. الشناوي كان بيتمرن قبلها بخمس ايام. مم. ويلاعي في المباراة. والشناوي كان بيقاتل وان حتى التامع. عشان هو عايز يشارك. عايز يشارك. احنا. ترجمة نانسي قنقر